قريت يعني لو تذكر لنا شيئا عن الشيخ الالباني محمد الله الله يا شيخ فايتام رحمه الله تعالى عبدالنسان يعني ماذا يبدأ ويما ينتهي يعني الحديث عن الشيخ الله يعني حديث عن الشجور والشيخ رحمه الله ما عرفه إلا لحبي دي للصنة حبا دعوة وكتابة مصاحبة وكأنه يعني عاش للصنة ويكفي على كل حال ما له من أثر عظيم يعني في هذا الرجوع إلى الأديث وإلى أن تحقق من دروده وهذا لا شك من حفظ الله سبحانه وتعالى لسمة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكفر الله بحفظها بقول إنه بزم ذكر وإن له لحافظه أفضل أن الله كان شديد الحرص على اتباع ودعوة إلى التوحيد وكان وفي دايات عمره يدرس كتاب التوحيد لكتاب التوحيد معه الشيخ رحمه الله وكان يحضر عنده كبار الناس لذلك الوقت التالي الشيخ رحمه التطاوي يعني يخضر بعض مجالسه وغيره وشيخ جهوده كانت أيضا في الدعوة يعني في التنقل من الهدن وكان لها أثر من تكوين عدد من التلاميذ من أشر الدعوة السلفية في سوريا آل ذات وبدايات يعني أشره كانت في مجلة التمدن الإسلامي بالتحرير من الحديث الضائفة والموضوع المكتوبة كان لها أثر عظيم في توحية الناس في هذا الجانب وشيخنا رحمه الله يعني من مزاياه التي لا تعرف من كتبه وربما قد يلمس بعض الناس الذين لم يخالطوه وإنما اكتفوا بالقراءة لكتبه أنه في شدة وغلظة وقد يقصر الإنسان أحياناً في بعض الأمور وبعض المسائل بغض النظر المصيب في هذا أم لا لكن الشيخ رحمه الله فيه رقم عجيبة وتواضع عجيب قلين جانب عجيب وهذا ظاهر جريب المخالطة أن أحد كبار صوفية وكان مفتي لجيش الأردن على ذاك ويوماً جاء إلى الشيخ الأرباني رحمه الله ولما جاء إلى شيخنا واستمره شيخنا في بيته وأخذ يحاوره ويبني له الشيخ يعني ما يراه ويعتقده فما كان من ذلك الشيخ وأسمه نوح مشهور الشيخ نوح وما كان من ذلك الشيخ عند الفراق إلا أن أصر على تقبيلية شيخنا وعجب من هذه الأخلاق شيخنا رحمه الله تعالى والشيخ يعني كان يصب بالفراق كثيراً وبأن تصحيح ما عليه الناس يعفل وقتاً وليس بالأمر الذي يتحقق فوراً وأذكر أن مرة سفرنا الأمر أنا وإياه بالدكتور باسم جواب الأمونة سفرنا سوياً بالسيارة بالسيارة من السيارات للجامعة الإسلامية إياه كان جاء إلى مؤتمر أو مجلس لمجالس الجامعة فسافرنا والشيخ يقود بنفسه السيارة وجرك سائق السيارة وذهبنا بالسيارة نحن الثلاثة للأمر والشيخ نسوق وكانت السيارة أوتوماتيك والشيخ منها سيارته التي كانت في الأردن ذات الغيار اليدوي العادي القير العادي كمان فتعرفوه أن الإنسان الذي يعتاد هذه السيارات ولم يعتد الأوتوماتيك التغيير الآلي أنه أحياناً من البداية يضع رجله أي يضع رجله على الكلتش الذي يسمى ليبدل فقال لتعلموا أن تغيير ما عليه الإنسان ليس بسهل فيحتاج إلى تمرض ومحاولة مرة بعد مرة ومن الأشياء البديحة التي نحتاج إليها الشيخ الألماني رحمه الله من كلامه يقول أن الحق ثقيل مر بمعنى ليس من السهل أن يتقبل عند المخالف فلا تزيدوه التلقاء ومرارة لماذا؟ بالأسلوب وبالغلظة لا بد من الحكمة هذا الأمر ثقيل قبول الحق فيحتاجه أن يعني هو حقيقة أسبب الطبيب كيف يعالج المريض يحتاج أن يتدرج معه يعني في العلاج ونحب ذلك وهكذا من باب أولى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمواقب حقيقة يعني كثيرة يعني هذا ما فتح الله عز وجل يعني عليه بالتنكير يعني في شأنه والشيخ يعني شديد التحذير من الغلوب حتى فيه هو وكان يعني من تواضعه أنه كان دعي إلى الجامعة السلفية عنده معتمر كبير في الهند وباكستان وطلبوا مني مرة يعني أتقدم للشيخ بالطلب لعله يغافظ لنا على كلام وكلمته ورحمه الله فقال إثواننا فيهم غذوب بالمشارف وبين ونفسي لا تطيق هذا واعتذر يعني من هذا وهذا هو الواجب قلاب العلم أن لا يغلو في مشايخهم مهما كان الأمر الحب شيء والغلو شيء والآخر وأنا مواقف كثيرة ونحن الآن والله الحمد وصلنا إلى المدينة الحمد لله صلى الله عليه وسلم خرصة طيبة الله سلام وأنت خدت مني كثيرا وأنا ما أخذنا منك إلا القليل الدعاء الله يتحبل مننا ويك الله يبارك فيك عزاك الله أهلا وارحمة وإليكم الله